من أكثر شخصية كانت شيقة جداً وانت بتعمل معها الحوار يعني مين اتفاجئت بشخصيته الأساطير الأساطير اللي حنسينا من شوية نتكلم عنه الحارس العملاق كابتن عدل هيكل وكان رجل فريد من النوع وكان خفيف وعيز أقول لك كان ممثل أنا بالنسبة لي كان الفيلم مع هندروستوم كان تمثيله عجبني وصف النوع فاشل أولا دخلت شاقته أكثر من مرة لكن أول مرة دخلت شاقته أنا انبهرت كان ساكن فين؟ كان ساكن في المعادي أولا دخلت نفسه قدام مدحف حقيقي كان راجل ذاكي جداً فقال لي منبهر شوية فقال لي لا تستغرب ش كل حاجة هنا هتلاقيها بتتكلم على التاريخ وكتبها من أصول تركيا والدته من أصول تركيا فقال لي كل قطع هنا عبارة عن أنتيكة وفانا ده حقيقة شاقته عبارة عن أنتيكة أو متحف كامل الكابتن عدل هيكل حكي عن تجربة السينمائية بالمناسبة الكتاب بعضه ضمن حاجة مهمة جداً ما تكلمش عنها كتير حكي لي عن فكرة فيلم الشموع السوداء للراحل العظيم صالح سريم إنه كان معروض عليه بالمناسبة مش معروفة المعروفة مش معروفة جداً وحكي عن تفاصيل مشكلة مع حلم رفلة المنتج والمخرج الكبير وإنه اتجه ناحية الفيلم الثاني برضو باختيارهم هم ثم حقق فيلم الشموع السوداء نجاح باهر بالمناسبة هو حكاً في الحوار إن فيلمه مع هند شاهد حب مع هند رستم ما نجحش في وقتها السيدة فيلم حلو جداً إنه ما نجحش في وقتها ألا لم كنتش راضي جداً عن نفسي غريبة أوي وأسرتي ما كنتش راضي عن الدور وأنا مماثل فاشل فطبعاً يعني بعد كم سنة بيتكلم لسة كان بنفس نفسي العصبية أوي وكوية سنة ما كملتش في شغرنا دي ده كابتن عاد الهيكا اللي وصف نفسه برضو يعني كابتن عاد الهيكا يصنفه دائماً إنه من أهم حراس المرمع في تاريخ القرى لكن أنا ما سألته عن مين أفضل حارس هل أنت فعلاً أفضل حارس في تاريخ مصر؟ قال لا طبعاً بانفعال شديد قال لا طبعاً بدأت عدله بعض الأسماء هل حد من دول الأفضل؟ قال لا الأفضل في تاريخ مصر؟ براسكوس الحارس اليوناني الشهير اللي أصبع بعد كده حارس مرمع منتخب مصر اللي جي من يونان وأقام في مصر مع أسرته حارس شهير جداً براسكوس قال لي ده بقى لو أنت تقتل الأعظم والأفضل في تاريخ مصر فهو براسكوس بلا نقاش ده كان كلام الكابتن عاد الهيكا أعتقد أن يعني رغم أنه هو الأروع ولكن برضو شايف أنه مش الأفضل يعني ده في حد ذاتها تعلمنا يعني ما تمشي أنت تقول أنه أحسن حد ده دليل أصلاً فاشل دروس 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 كابتن عاد الهيكا بيحكي في الكتاب برضو عن فكرة أنه رفض 500 جنيه من نادي الزمالك في أواخر الخمسينات هذا كان رقم أه؟ في أواخر الستينات يعني ده رقم وشقة 500 جنيه وشقة من عبداللاطيفة بورجيلا رجل الأعمال الزمالكاوي الشهير عبداللاطيفة بورجيلا عرض عليه 500 جنيه وشقة ورفضهم عاد الهيكا لأجل الاستمرار داخل نادي الزمالك وكمان رفض عرض خيالي من بيفيكا كان هيفيد عاد الهيكا ويفيد نادي الأهلي بـ 50 ألف دولار رفض لأنه حباً في الاستمرار أو إصرار على استمرار داخل نادي الزمالك بيحكي كمان أن كانت عاد الهيكا عن حاجة مهمة جدا أن مختارة تيتش الرمز الأهلاوي الكبير كان سبب أنه لا يعتزل الكورة كانت عاد الهيكا في طريقه والأعتزال مبكراً جدا أهلي حوالي 21 سنة تقليل ماذا هذا؟ الأهلي كان بلاعب ترسانة في مبراهة مهمة وكبيرة والأهلي خسر خسارة تقيلة في المتش واحد من بعض الأهداف كانت من عاد الهيكا فخرج يبكي بحرقة وقرر الاعتزال وأن هذه القرى ليس سيكمل فيها لا تعرف أن كانت في احتراف ساعتها فقرر وما كانت في القرى فمختار تيتش الرمز الكبير رحلوا البيت وأثناء عن قرر الاعتزال ورجعوا القرى ثاني قالوا حارس مرمى الأهلي رقم واحد وحارس مرمى منتقم مصر رقم واحد هذه دور الرموز مع نجوم صعادة زي عاد الهيكا جميل جدا لا بصوا ما تحرقش بقى الكتاب الكتاب موجود لا وكتاب موجود لازم نستمتع كبان بقريته بس حاجة محترمة جدا وبجد كل التوفيق ليك أستاذ محمود شعلا